فخامة السيدة أرسولا فندرلين رئيسة المفاوضات الأوروبية السادة المفاوضون والوزراء الأوروبيون السيدات والسادة ممثلي المؤسسات التمولية والدولية والأوروبية السيدات والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية الحضور الكريم يطيب لي أن أرحب بكم اليوم ديوفا أعزاء على مصر مثمنا مشاركتكم في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 الذي نأمل أن يكون قطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بيننا السيدات والسادة تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي ونحن نجتمع معا للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعاونات إلى مرحلة التنفيذ السيدات والسادة لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغزائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السور وغيرها من القطاعات الحيوية